هذه واحدة من أكبر مزارع الجوافة في قلقيليا شمال الضفة الغربية تفوح رائحتها العبقة متغلبة على إجراءات الاحتلال في السيطرة على الأراضي فهي الفاكهة المدللة للمزارعين والمرتبطة بالمدينة عن بقية المدن تعتبر في نظري أنها شجط الإنسان الفقير بتكلفش كثير إلا أنه مردودها للمزارع كبير جدا بالنسبة لتكاليفها ومنذ أواخر أغسطس إلى منتصف أكتوبر من كل عام تبدأ رحلة قطف المزارعين لثمار الجوافة في أكثر من 3500 دنم الانتاج هذا العام انخفض لنحو 40% بفعل الظروف الجوية السائدة في المنطقة إذ من المتوقع أن يصل إلى 10 ألاف طن بعد أن تجاوز خلال الأعوام السابقة 16 ألف طن صار في ثبات وزياد في المساحة يعني حاليا نحن عنا يفوق 3500 دنم من الجوافة وفي هناك زيادة وكمان أخرى أكثر كل سنة لأنه نحن نقدم ضمن مشروع تخطير فلسطين أشتال يعني بأسعار مدعومي جدا وبالتالي بتشجع المزارع أنه يزيد هذا المساحة وفي الأسواق المركزية لتوزيع فاكهة الجوافة فإن سعر الصندوق يتراوح بين 35 إلى 50 دولارا وذلك وفق محددات كثيرة في كميات الطلب التي تأثرت بتأخر إجراءات التصدير للأسواق العربية حتى نهاية الشهر القادم بفعل كورونا بحدد برضو قدرة السوق أنه كده الكمية المطروحة في السوق وكده نسبة التجار الطالبين اللي بضعها هذه وكده مقدار التنافسية على المزاد أو على الدلال بك الصبح وبرضو الأهم محدد هو جودة الضاعة ولون الثمرة شكلها هي منظرها العام وبسبب جائحة كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي فإن مهرجان الجوافة أحد أهم الدعائم الاقتصادية للفاكهة سيغيب هذا العام رغم تأثر حركة الأسواق المحلية بجائحة كورونا إلا أن المؤشرات السوقية عكست فترة ثبات مستقرة في أسعار الجوافة فهي عروس الفواكه الصيفية من واحة إنتاج الأرض الفلسطينية خالد بدير قناة الغد قلقيليا فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر